كيف يمكننا حماية قنواتنا من الاختراق والصريقة؟ الناس اللي عندهم شوف قاعد الناس اللي التواصلت معهم اللي مشاوليهم جيشين في يوتيوب مشاوليهم بسبب هادى الطريقة خصوصا كانت واحدة لحملة مؤخرا في هادى هادى النقطة هادي في هادى صريقة الحسابة في يوتيوب والأكت شوف هنقول لك تسعين في المئة مشاكلهم بهذه الطريقة وهي أنهم يصفتون لهم واحدة الإيميل يقولون لهم راك 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 فارق يوتيوب يأتي من فارق يوتيوب يقولون لهم راك 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 مقابل هذا المجهود اللي تدير فلاششين وهذا وعافك ستتواصل معنا في واحد الرقم على الواتساب لكي تعطينا المعلومات ونسلوه لك الرسالة هنالك يقولون لهم عافك يجب أن تتواصل معهم لكي يتحققهم بمعات الإيميل راك فعلا هو ملك هذه القناة ونسلوه فراحة بأن الدعم في يوتيوب يتواصل معها ونسلوه من الإيميل ونسلوه 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 واحد يتواصل معه بسبب تتوتيق القناة انتم قناة يقولون لي كنت ارتيب القناة هذا تقليقين و هذا لقد يرى تمشي للناس في ايستاغرام من التوتيق هذا يواجه هذا أكثر طريقة لكي يمشيوا الناس و الأحد يريدون أنه لا يوجد شركة في العالم في العالم سوف توقش لك و سوف تأعطينا القصوص ليس هنا لا يوجد ليس هنا لا يوجد شركة في العالم لا يوجد أي شخص يقول لك أعطينا باسورد لك لكي نتحققه منك أو يقول لك صفت لنا كما يكون هذا الشخص رأى لا يوجد هذا الشيء يصبح محدد أعطيك أنا مقاربة أخي ستكون مقاربة بعيدة أكثر على الواقع لا تستطيع توقع فيها مثلاً يتصل بك شركة الاتصال أعطينا باسورد لك وكنت فعلاً دورت شركة وقال لك تصدقها يجب أن تدعي تدعي شركة الاتصال تدعيها لأنه لا يوجد أن يكون هناك نغم لهم شيء عالمي هذا النغم لا يوجد أن يكون في هذا الاسورد شكراً أعطينا أعطينا بمجال الإعربيتراسة أفاق أعطينا بارك الله أعطينا أعطينا تحياتي لك مرحباً أعطينا أعطينا بريد أعطينا بريد أعطينا بريد أعطينا بريد 500 أو 600 خذ إذن أعطينا بريد أطينا بريد أعطينا بريد